اشتركوا في القناة جديد وتختار الصورة من هنا ونضغط على هذا السهم وهنا نضغط على هذا السهم ايضا مرة ثانية ومن هنا من هذه الصفحة اضغط على الاعدادات المتقدمة ستظهر لك هذه الصفحة وفيها خيار ايقاف تشغيل التعليقات هذه الايقونة فعل الخيار كما نشاهد حتى يظهر بلون ازرق تمام طبعا الان اعمل رجوع واضغط على علامة الصح لنشر المنشور الجديد وكما نلاحظ في المنشور لا يوجد زر او ايقونة التعليقات في المنشور وهذا ما سوف يظهر للاخرين في الانستجرام ولكن كيف ممكن نعدل على شيء تم نشره مسبقا او منشور تم نشره مسبقا فالطريقة جدا بسيطة اولا ادخل لصفحتك الشخصية واختار المنشور واضغط على هذه النقاط الثلاثة الموجودة بالاعلى ومن الاسفل اختار ايقاف التعليقات هذه الايقونة تمام تمام وبنفس الطريقة وبنفس العملية ليعادة تشغيل التعليقات ممتاز جدا ولكن لم ننتهي بعد لانه ربما تريد منع شخص واحد مزعج من متابعينك او اكثر من التعليق على منشوراتك بصورة دائمة او منع كلمات معينة من التعليقات فالحل والطريقة جدا بسيطة كل ما عليك عمله هو الدخول للصفحة الشخصية من هنا من هذه الايقونة وبعدها الضغط على هذه الشرطات الثلاثة الموجودة بالاعلى ومن هنا نختار الاعدادات ومن هنا من هذه الصفحة تختار ايقونة الخصوصية ومن هنا من صفحة الخصوصية تختار التعليقات هذه الايقونة ومن هذه الصفحة يمكنك التحكم في التعليقات فأول شيء يمكنك التحكم في من يمكنه التعليق على منشوراتك من هنا من هذه الايقونة ممتاز جدا ومن هنا يمكنك حذر التعليقات من أشخاص معينين ومن قسم الفلاتر يمكنك فلترة التعليقات على حسابك بشكل عام وبإمكانك إخفاء كل التعليقات المسيئة أو عمل فلترة يدوية مثلا لكلمة معينة أو لكلمات معينة لا تريد ظهورها في التعليقات في حسابك في الانستجرام من هنا من هذه الايقونة الموضحة بالمربع الأحمر ولكن لتعرف اكثر عن انستجرام بشكل عام شاهد هذا الفيديو الذي ظهر على الشاشة فهو يشرح كامل عن تطبيق الانستجرام اما لتعرف اكثر عن التطبيقات بشكل عام اشترك معنا في قناة كيف وفعل الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد من قناة كيف على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته